مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشنل ومشاهدي بيروت سيتي عبر الصفحات فيسبوك أنا معكم أحسين خريس ورواد جيرمانوس من مطار الشهيد رفيق الحريري طبعاً هيدا المطار اليوم باتت الطائرات فيه بحسب الظاهر وبحسب المشاهد التي رأيناها على وسائل التواصل الاجتماعي مهددة حتى أنه كثير من شركات الطيران العالمية راجعت إدارة المطار ورئاسة المطار لحتى تسأل الرئاسة ما إذا كان هناك أي خطر يستهدف الطيران المدني في لبنان طبعاً أنا عم بحكي عن المشكل الفردي بين شخصين صار في إطلاق رصاص بيناتهم رصاص متوسط ورصاص رشاش بمنطقة الجناح وشافت كل الناس هيدا الفيديو يلي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو رصاص القريب من الطيران فينا نشوف اذا هيدا المشهد يلي شافوه اللبنانيين جميعاً وهو رصاص المشهد يلي شافوه اللبنانيين جميعاً وإطلاق رشقات الرصاص بيقول الخبراء بأنه هيدا رصاص بعض الخبراء بيقولوا أنه رصاص من سلاح متوسط وهو مش بس من رشاشات عادية طبعاً هناك مخاوف كبرى تتعلق بسلامة الطيران المدني وقبل هلأ كمان استهدف الطيران المدني طبعاً عن طريق الخطأ كمان حصل اطلاق النار اطلاق النار يحصل أيضاً في منطقة الأوزيعي هذه المنطقة يلي هي واقعة في قلب مدرج الطيران اللبناني وكل هذه المظاهر هي نتيجة تفلت السلاح هذا الفلتان الأمني نتيجة تفلت السلاح مع أشخاص مطلوبين للعدالة ومع أشخاص لا يحترمون ولا يرتدعون لأي قانون كان تعليق وزير الأشغال والنقل علي حمية اللي حاولنا نتواصل معه إلا أنه قال أنه هو عبر عبر وسائل الإعلام عبر اتصال هاتفي وعبر عبر بيان وما إبل يطلع معنا عبر الصوت والصورة بيقول وزير الأشغال العام والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بأنه الإشكال اللي وقع قبل أيام في منطقة الجناح حصل بين عائلتين نتج منه إطلاق نار عشوائي ولم يكن المطار مستهدفا ولا الطائرة إنما بذكر بس أنه شركات طيران دولية اتصلت بإدارة المطار ورئاسته لتستفسر عن مدى الخطورة أو عن موضوع استهداف الطيران المدني طبعا رئيسة المطار هون أكدت لنا بأنه جهاز أمن المطار يمسك الأمن بشكل يعني كبير جدا وليس هناك أي خرق يذكر من قبل جهاز أمن المطار الذي يمسك زمام الأمور وزمام الأمن في المطار ولكن الأمور الخارجة عن نطاقه لا يمكن أنه يمسكها وبهيضا الإطار بقول أحد رؤساء جهاز أمن المطار السابقين للأس بي آي يلي قال مش على الكاميرا خبرنا عبر التليفون بأنه هذا الأمر لا يمكن حله إلا بنزع السلاح المتفلت حول المطار بقطر مدى عشر كيلومتر وإلا لن يحل هذا الموضوع لأنه ما فينا نزيل المبانئ التي بنيت بشكل عشوائي واللي هي على أراضي غير رسمي وغير معترف فيها قانونا إنما فينا نزيل هذا السلاح المنتشر في محيط المطار طبعا في أحد الناشطين على سوشيل ميديا طلع يقول ما هو متحك ومبكي فيها بأنه نقله المطار من طريق المطار حطوه بمطرح تاني طبعا هيدا الشاب كان عم يسخر وكان عم بيقول أنه كمان الطيران يغير مساره طبعا هو يرافض لموضوع هيدا السلاح العشوائي والمتفلت وزير الأشغال والعامة والنقل بيقول بأنه بعد الإشكال اللي حصل بمنطقة الجناح تم توقيف سبعة أشخاص من قبل الجيش اللبناني والمخابرات موجودة وعناصر الجيش موجودين بشكل كثيف بمحيط المطار واعتبر أنه إطلاق النار حالي مؤسفة وموضوع أن المطار وحركة الطائرات أولوية لدى الدولة اللبنانية ولن تستهين فيه أود الإشارة أيضا إلى أن هناك اجتماعا عقدة على أعلى المستويات في السراية الحكومية بين الوزراء المعنيين وبين وزير الدفاع ووزير الداخلية والأشغال والنقل أيضا وتم الاتفاق على قمع أي حال التفلت من فلتان السلاح طبعا هذا شيء منيح ولكنه مؤسف في الوقت نفسه لأنه هذه الحالة من الفلتان السلاح لم تكن مرتاحة لو ما في غطاء سياسي على بعض هؤلاء أو لو ما في محاسبة فعلا رادعة طبعا الاس بي آي حصلت على الرواية الكاملة لما حصل وهو شيء مؤسف هو خلاف حصل بين أحد المطلوبين وآخر على موضوع أموال مزورة وتطور والتقرير يلي وصلنا طبعا من مصادر أمنية معنية بتقول بأنه بالساعة تسعة وثلاث بتاريخ ستة ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين قام المدعو حقصاد بإطلاق النار على المدعو عين ميم بحي عرسال بمنطقة صبرة بالجناح ثم قام عين ميم وبرفقته عدد من الشبان بإطلاق النار وقذيفتي بسبعة على حي صاد في منطقة الجناح يعني عم نشوف مثل كأنه فيلم شيء سوريالي فعلا بلبنان بيرجع بتاريخ ستة ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين بنفس التاريخ الساعة عشرة وعشرة صار فيه اشتباك مسلح بين الطرفين وصل إلى منطقة الجناح السلطان إبراهيم وأيضا أفيدت القوى الأمنية عن قيام صاد بإطلاق قذيفتي بسبعة صار الصراع بأسلحة متوسطة على خلفية الإشكال السابق هيدا الخلاف مثل ما بتقول المصادر الأمنية متجدد من ثلاثة أيام يعني كان حصل الخلاف الأول بثلاثة ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين بعد قيام صاد بشراء بندقية كلاشنيكوف من ميم مستعملا دولارات مزورة وهيدا الأمر هو يلي أدى إلى هيدا الإشكال في تمام الساعة 22.57 11 إلا ثلاثة دقايق حضرت قوة من الجيش اللبناني ومخابرات الجيش إلى المكان ليقع اشتباك فيما بينها وبين صاد يلي هو موقوف سابق كان بسجن رومي بمنطقة السلطان إبراهيم قرب عصير السلطان فر صاد بعد إطلاقه النار باتجاه الجيش وبدأ الجيش بسلسلة من عمليات الدهم بالمنطقة وصادر الجيب الخاص بالمطلوب صاد وهو من نوع رانج روفر وفي متابعة لخبر الإشكال ساعة 11.30 بيقوم هيدا المطلوب بالتوجه إلى أعلى جسر الماريوت مستقلا سيارة من نوع كيا لونها أبيض يقودها مجهول حيث قام بإطلاق قذيفتي بي سيفن انفجرتا فوق منطقة الأزيعي وبرج البراجني ثم غادر المنطقة متجها نحو بيروت وزير الأشغال العام والنقل بيقول بأنه تم توقيف سبعة أشخاص ولكن المعلومات المتعلقة بتوقيف هذا الرجل المقاتل في الأحياء المدنية ومطلق النار من أسلحة رشاشة ومتوسطة حتى هذه اللحظة لم يتم توقيفه بحسب المعلومات الأولية إذن موضوع السلاح المتفلت والفلتان الأمني يعود من جديد هذه المرة تتوسع رقعته أكثر فأكثر الأمر خطير جدا الأمر ليس سهلا ما شفنا إلى الآن بيان من وزارة الدفاع بيان من وزارة الداخلية أو حتى تصريح من هذين الوزيرين ضل الموضوع طي الكتمان حتى وزير الأشغال العامة والنقل اكتفى بتصريح عبر اتصال هاتفي وببيان وزعه على وسائل الإعلام رئاسة المطار أيضا تكتمت على الموضوع لم ترد التصريح والدخول أكثر في التفاصيل لكنها عبرت عن خطورة ما يجري رغم بأنه رغم أنه هذه الرصاصات ما كانت عم تستهدف بشكل مباشر الطيران ولكن الأمر هو غير طبيعي الأمر هو غير مقبول ولا بأي دولة في العالم يعني حتى أنه شركات الطيران الدولية راجعت المعنيين في إدارة المطار لتستفسر أكثر فأكثر عن سلامة الطيران وسبق وأن استهدفت رصاصات الطيران المدني في لبنان ونجأ الركاب بالعناية الإلهية إذن موضوع الفلتين والسليح المتفلت لا يمكن معالجته بحسب خبراء إلا بنزع السليح من كامل محيط المطار كافة على قطر 10 كم ترى مثل ما قال أحد الخبراء العسكريين لأس بي آي والقضاء بشكل تام على ظاهرة التسلح بهيدا الشكل الفردي وبهيدا الشكل الجريء على دولة تسمي نفسها دولة القانون والمؤسسات كنت معكم أنا حسين خريس وروات جيرمانوس من مطار الشهيد رفيق الحريري شكرا لمتابعتكم